يعتبر التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة دليلاً على فعالية القانون ومرده على الصعيد الاجتماعي والاستقرار الأسري فضلاً عن كونه أحد أشكال عملية إنفاذ القانون وتحقيق العدالة يظل قانون العقوبات البديلة علامة في تاريخ التشريع البحريني الحديث وأحد مظاهر وجه البحريني الحضاري في حماية حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي بالتوازي مع تحقيق العدالة الجنائية كما يسهم تبني أفضل الممارسات الحديثة في العقوبات البديلة في تحقيق أهداف العقوبة بمفهومها الشامل مما يؤدي في نهاية المطاف إلى حماية المجتمع ومكافحة الجريمة نتحدث كلنا في لغة واحدة وهي لغة أن نحن شركاء شركاء في تعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان وحيويين وفاعلين جداً في تنفيذ جميع متطلبات هذا القانون ليكون نموذج في مفهوم الشراكة المجتمعية هناك عدة فوائد لخدمة المجتمع لكن هي العامل الاقتصادي جداً مهم العامل الاقتصادي على الذي ينفذ العقوبة لأنه قد يستمر في عمله أثناء تنفيذ العقوبة وأيضاً العامل الاقتصادي على مراكز الإصلاح والتأهيل الذي تخفف من العبء المالي عليها هناك عوامل اجتماعية مهمة جداً التي هي يبقى الشخص متواصلاً مع أسرته لا ينفصل عنهم ولا يصبح هناك فتور في التواصل ويبقى ضمن العادات والتقاليد والثقافة السلوكية المتمكنة في المجتمع تحزيز المسئولية الاجتماعية هو الفائدة الأكبر وأهم فوائدها في هذا السياق هو منع الجريمة أو الجنحة قبل وقوعها تم التوسع في استخدام هذه العقوبات ومن ثم توجيه المؤسسات العامة والخاصة لاستقطاب المستفيدين من هذه العقوبة البديلة فبالتالي هذا الموضوع سوف يحقق أولاً إنفاذ القانون من ناحية وتطبيق العدالة من ناحية أخرى واستقرار أسري واستقرار مجتمعي يؤدي بالتالي بصورة عامة إلى استقرار المجتمع ومن ثم تأهيل وانخراط المستفيدين من هذه العقوبة وانخراطهم في المجتمع ومن ثم سوف ينعكس على المجتمع قضاء هذه العقوبة خلال التواجد أو من خلال العمل في أي من المؤسسات أو في أي الخاصة والعامة سوف يكون مرحلة تأهيلية لهؤلاء المستفيدين من هذه العقوبة للانخراط في الوظائف الدائمة مستقبلاً وحتى تكتمل منظومة التنفيذ يجب العمل على توسيع مشاركات مختلف الجهات الحكومية بشأن العقوبات البديلة خاصة في مجال خدمة المجتمع بما يحقق التنوع واكتساب القيم والمهارات فتحقيق الأهداف المجتمعية هي الغاية المطوبة والتي لا تقل بأي حال عن جانب إرساء العدالة ترجمة نانسي قنقر